المشاهدين أثمنا صباحاً وموعدة مع موجز لأهم الأنباء معلمية حمدين صدى اليلة شكراً لكي جمانة أثمنا صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصان مصر على تعزيز العمل الجماعي الدولي بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية وخلال استقباله وفداً صينياً رفع المستوى برئاسة ليشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة مؤكداً التوفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين كما عرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة الاستقرار وكذلك رؤية الصين الإيجابية لما تشهده مصر من تطور تنموي تعقد اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة خلال المؤتمر قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمنية لإجراءاتها ومواعيدها أدنت مصر اقتحم مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو بالكنيسة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية وطلبت مصر السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوات القائمة بالاحتلال وأيضاً وقف مثل هذه الممارسات التصعدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة مشددة على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفاً خالصاً لعبادة المسلمين وجدت مصر مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير بالإطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروع قال الرئيس الفرنسي إيمالوين مكرون أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها في منطقة السحل وأضاف مكرون في تصريحات تلفزيونية أن باريس سحبت أيضاً السفير الفرنسي الذي سيعود إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة وتقلص نفوذ فرنسا في دول بغرب أفريقيا في السنوات الأخيرة حيث تريدت القوات الفرنسية من مالي وبوركينافاسو وصل الأرمن في ناجورنو كاراباخ نزوحاً جماعياً باتجاه أرمينيا حيث عبر أكثر من ألف شخص إلى ييريفان في إقليم كاراباخ من جانبه قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن النزوح الجماعي أمراً لا مفر منه مشيراً إلى أن أرمن ناجورنو كاراباخ عرضة للتطهير العرقي لأن ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن لم تتهيأ في الإقليم وصل ألاف من عمال قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة إضرابهم عن العمل من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وكانت المفاوضات قد فشلت بين نقابة عمال السيارات وثلاث شركات بمدينة ديترويت الأمريكية مع استمرار إضراب العمال بسبب تدني الأجور هذا وسيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اعتصامنا في ولاية ميتشيغن غداً الثلاثاء تعبيراً عن تضامنه حيث قال في وقت سابق أن الوقت قد حان للتوصل إلى تسوية طرد الجانبين بين شركات صناعة السيارات ونقابة عمال السيارات المتحدين يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم قمة لزعماء دول جنوب المحيط الهادئ وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن بايدن من المقرر أن يعلن عن موقف أمريكي أكثر حزماً في المنطقة وتمويل مشاريع البنية التحتية واقتراح انضمام دول المحيط الهادئ إلى الرباعية وهي منتدى دفاعي يجمع الولايات المتحدة والاستراليا والهند واليابان ويتعلق بالمراقبات البحرية خصوصاً لتعاقب السفن المتورطة في الصيد غير القانوني أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عودت كابسولة من مهمة أوساريس ريكس إلى الأرض على متنها عينات من حطام كويكب لتفتح المجال أمام العلماء باستكشاف مصاري تطور النظام الشمسي وجمعت أوساريس ريكس عينتها قبل ثلاث سنوات من كويكب بينو وهو كويكب صغير غني بمركبات الكاربون اكتشف في 1999 وهذه العينة هي الثالثة التي تنقل من كويكب أو تنقل من كويكب إلى الأرض لتحليلها وذلك بعد مهمتين ممثلتين لوكالة الفضاء اليابانية انتهيت في 2010 و2020 لكن هذه العينة هي الأكبر على الإطلاق مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل